اشتركوا في القناة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي استطافته جمهورية مصر العربية تحت رعاية فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظمته الأمم المتحدة وأضف رئيس البرلمان العربي في كلمته أن البرلمانات تأتي في طليعة المؤسسات القادرة بحكم وظائفها وصلاحياتها على تعزيز الشفافية ودعم المساء لمواجهة الفساد بكل صوره وأكد أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة لتعزيز دور البرلمانيين في مجال مكافحة الفساد ودعم الشفافية وتبادل أفضل التجارب والممارسات في هذا المجال كما يدعو إلى ضرورة إجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر